موسيقى حياكم الله ومشاهدين الكرام أسعد الله أوقاتكم بكل خير أهلا ومرحبا بكم في برنامج المؤشر نتابع معكم ختام تداولاتنا على جلسات هذا الأسبوع الدامي والتي التراجعات فيها تتعمق جلسة بعد جلسة خاصة في ارتفاع مع ارتفاع السيولة اليوم اللي وصلت إلى 123 مليون لكن السيولة بيعية مركزة على شركات قيادية وأيضا شمولية حقيقة على مستوى مؤشرات السوق جميعا ونتابع إن شاء الله تفاصيل هذا الانزلاق الحاد في جلسة اليوم مع الزميل عايد من استديوهاتنا في بورصة الكوي تحية كلا أبو عبد الله مساء الخير رائد مساء الخير مشاهدين الكرام وأهلا وسهلا بكم فعلا رائد جلسة دامية أمانة وتراجعات حاد لجميع المؤشرات دون استثناء ولحظنا يعني انخفاض كبير جدا لمعظم الأسهم وخاصة الأسهم القيادية السيولة كبيرة جدا وهي سيولة بيعية أدت إلى هذه التراجعات يعني الكل قاعد يشوف أن البيع واضح على معظم الشركات القيادية اللي انزلقت إلى الانزلاقات جدا يعني متدنية رقم الأرباح الإيجابية رقم النتائج المالية الفصلية الممتازة ولكن هذا لم يشفع للشركات من هذه التراجعات ولاحظنا انخفاض كبير جدا لكن عدلنا حوالي أمية نقطة من أقل النقطة وصلنا لها عدلنا تقريبا أمية نقطة لكن ننتظر أقفال المزاد ماذا سوف يحدث في هذه الأقفال هل تتغير بعض الأمور هل راح يكون هناك دخول هل صناع السوق يتدخلون لانقاذ ما يمكن انقاذه على بعض الشركات يعني فعلا الانزلاقة كبيرة والتراجعات حادة في هذه الجلسة خلت شوف معاكم مشاهدي لأقفال المزاد ووضعية نهاية هذه الجلسة ونعمل إن شاء الله بتقليص الخسار ولكن اللي قاعد أشوفها أنا الضغوط البيعية قاعد تزداد على كثير من الشركات يعني زادت قاعد تزيد العروض خوفا من انزلاق في نهاية الأسبوع يعني الأسواق المال العالمية لكل خايف في هذه الجلسة مشاهدين الكرام ونشوف اش راح يصير ها هو الانخفاض 305 305 والسيولة 131 يعني انزلاق كبير انزلاق كبير مشاهدين الكرام في نهاية هذه الجلسة وتراجعات حده الوطني 20 فلس الخليج 10 فلس الدولي 5 فلس برقان 8 فلس بيتك 30 فلس بوبيان 24 فلس مرات الوطنية 41 فلس مشاريع الكويت 12 فلس الامتياز 8 فلس عقارات الكويت 5 فلس المباني 44 فلس صناعات وطنية 3 فلس بوبيان تكوماوي 33 فلس كيبلات 50 فلس القرين 5 فلس جيرتي 84 فلس زين 22 فلس هيمون سوفت 125 فلس الابكو الجزيرة المتحدة رح تكلم عنهم مشاهدين الكرام بس لنشوف المؤشرات المؤشرات متراجعة بقوة يعني اليوم قلنا الصبح الله يسترمع الكثير 40 نقطة لا اليوم 305 نقاط السوق الأول 305 نقاط في نهاية هذه الجلسة السوق الرئيسي 205 السوق العام 273 يعني فعلا تراجعات كبيرة جدا وتراجعات دامية لمعظم الأسهم دون استثناء ونلاحظ ارتفاع الكميات المتداولة وهي كميات بيعية وهي كميات بيعية مشاهدين الكرام لكثير من الشركات وقاعد نلاحظ الانزلاقة كبيرة جدا الانزلاقة كبيرة جدا لمعظم الأسهم دون استثناء لذلك نلاحظ مشاهدين الكرام تراجعات حادة للشركات القيادية تحديدا وخاصة القطاع المصرف اليوم وتداول وطني 9 مليون الخليج 12 مليون الدولي 7 مليون سبعمية بيت 23 مليون 60 مليون يعني هناك ضغط بيعي واضح من قبل بعض المحافظة والسنديق الاستثمارية يعني اللي قاعد يبيع مو أفراد لا اللي قاعد يبيع مو أفراد بهذه الكميات الكبيرة جدا واضحنا فيه محافظة سواء محافظة محلية أو محافظة أجنبية هي من تقوم بعمليات البيع والتسهيل على بعض الأسهم وأنا أتكلم عن سهم الغيادية ماتكلم عن السهم السوق الرئيسي السوق الرئيسي ممكن فيه بعض المضاربين تخارجوا من هذه الأسهم ولكن اللي قاعد نشوفه أنا السوق الأول هو أناك تخارج مغاضح مشاهدين الكلام مضغوط بيعية لما دل الأسباب معينة لشيء من الأسباب عن رقم أن اليوم مراجعة فوتسي وآسف لكثير من الشركات وخاصة الشركات القيادية وتوقع دخول وخروج سيولة على بعض الأسهم هذا الأمر لم يشفع للسوق ككل ولا أين التراجعات مستمرة منذ بداية الأسبوع حتى هذه الجحسة الأول مرة يمر على السوق الكويتي مشاهدين كلم السبوع أحمر لم يحدث هذا الأمر من فترة طويلة يذكرنا بالأزمة العالمية ما نستفع بهذه النزلقات الكبيرة جدا لكن إن شاء الله ما أجيب هذه الأزمة وتراجع أسواق المال الخليجية كذلك بقوة وتراجع أسعار النفط كذلك وأسواق المال الأوربية متراجعة في هذه اللحظات يعني يكتمع الأسواق تقريبا متراجعة نشوف معكم مشاهدين الكرام واللحظات الأخيرة شين صار في هذه اللحظات الأخيرة ووضعية هذه الجلسة اللي قاعد اشوف هنا يعني فعلا هذه الانزلاقة وهذه التلاجعات الكبيرة لمعظم هذه الاسهم اللي قاعد اشوفها مشاهدين الكلام مثلا اذكر الحرسولة حالية بساطة 233 مليون الوطني 20 فلس بكمية داول 9 مليون واربع مليون الخليج 10 فلوس 11 مليون 925 دولي 5 فلوس 7 مليون 963 بورقان المتراجع بثمانة فلوس بيتك 30 فلس 23 مليون 691 بنك بوبيان طبعا اقل بالاسهم مطلوبة على اقفالها مطلوبة على اقفالها اقلب الاسهم الوطني الخليج لا معروف بورقان بيتك مطلوب 710 بوبيان مطلوب على اقفاله 623 استمارات الوطنية 41 فلس يعني استمارات الوطنية اللي اليوم على التنتاج مالية وميزة 19 فلس وعندها جمعية عومية اليوم لإقرار توزيعات 45 نقدي يعني ننتظر الجمعية العومية هل تقرر التوزيع او لا لا لان فعلا هذا الوضع التلاجعات قير مسبوقة الاسمارات الوطنية بهذه الصورة المشاريع 12 فلس الامتياز 8 فلس عغرات الكويت ب5 فلس المباني 44 فلس الصناعات الوطنية عدلت كانت متراجعة اكثر لكن عدلت في نهاية الجلسة 3 فلس الكابلات 50 فلس بوبيان مطلوبة 33 فلس بوبيان مطلوبة تنتظر بعد شوي اجتماع مستدارة لبيانات عام 2008 السنوية طبعا والتوزيعات والكل التوزيع الان تقل عن 60 نقدي لقررين ب5 فلس تراجعا اجلتي 84 فلس لاجلتي زين 22 فلس يومونسوف 225 فلس الافكو 8 فلس الجزيرة 80 فلس الاهل المتحد البحرين 16 فلس بنكو 4 4 فلس بيزان 4 فلس والمتكاملة 18 فلس وشمال الزور 3 فلس والبورصة 56 فلس يعني سيولة السوق الاول مشاهدين الكرام 98 مليون وتسعمائة نقر من 99 مليون في هذه اللحظات وكذلك نشوف الاستثناءات الوطنية في هذه اللحظات مشاهدين الكرام تطلب 385 اما بالنسبة لي السوق الاول الرئيسي اسف السوق الرئيسي خنشوف السوق الرئيسي عندي التجاري نازل 10 فلس الاهلي فلسين المتحد 10 فلس اجوان 6 فلس ونص الكويتية 35 فلس والله ما وصلت لهذا الاسعار منذ سنوات الكويتية منذ انطلاق المن ايام ازمة كورونا لم تصل لهذه طبعا كانت اقل لكن لم تصل لهذه الاسعار بفترة طويلة الخصوصية 11 فلس مساكن 4 فلس دلقان صاعد اليوم لكن العيد 27 فلس ايفا 5 فلس تراجع لي ايفا الساحل 6 فلس البيت 5 فلس ونص ارزان ب5 فلس الاولى 3 فلس فاصلت الاولى اليوم وصلت 104 وصلت 104 الاولى اثناء التداولات تداولها 89 مليون وخمسمية يعني تداول قياسي الاولى الاستثمار بعد الاولى عندي الخليجية 32 فلس عندي اعيان 24 فلس عندي بيان تراجعت بصورة باضحة وصول كذلك كيفك بارتفاع مشاهدين الكرام كامكو بثماني فلس تراجع عن اليوم وكاب تات فلس فاصلة ثلاثة مدار بيارتفاع ديرة الصفات 22 فلس الصفات الديرة بتراجع الاكتتاب كذلك بتراجع سكوك ونور 21 فلس نور اسيا ترتفع في لسين ونص اسيا اسيا ترتفع في لسين ونص نتاع جمالية مميز 16 فلس ولكن وصلت فوق 70 فلس بداية الجلسة ولكن التراجعات الحادة ادت إلى تراجعها بصورة واضحة كويت للتأمين الاهلية للتأمين واربا للتأمين جميعهم متراجعين الوطنية العقارية 12 فلس تراجع عن والتحدة 4.3 التمدين العقارية واجهال العقارية عربي عقارية الانماء العقارية والله تراجعات حادة انجازات اللحظ مشاهدين الكرام في هذه اللحظات تستمر الضغوط البيعية تستمر الضغوط البيعية حتى نهاية هذه الجلسة حتى نهاية هذه الجلسة السنان بيرتفاع اعيان العقارية عقار العقارية تجارة هي يعني من أدى لتراجعات السوق الرئيس تقريبا تجارة وضغوط البيعي التي تمت عليها بداية الجلسة واضح أن هناك خروج مضارب 25 مليون ونص تداولها تجارة اليوم واضح مشاهدين الكرام وهي انطلقت شرارة التراجعات بالنسبة للشركات العقارية أو السوق الرئيسي من تجارة تقريبا التعمير على تراجع أركان بإرتفاع فلس أرجام فلس منشآت بإرتفاع مدينة العمال فلس بعدل كمدينة العمال كانت متراجعة أكثر منازل بفلس ونص تراجعا ميناء كذلك مراكز وريمالس من الكويت بتراجع سفن 46 فلس بورتلد 20 فلس وراقية 12 فلس المعادل المطل الخضراء أسكو 20 فلس 138 والله أسعار لم نكن نتوقعها في يوم من الأيام أن تصل لهذه المستويات المعدات مشاهدين الكرام بإرتفاع وطني المودل بينه بتراجع وربا كابتل وصلبوخ سينيرجي تنظيف بتراجع بترولية فلس عربي قابض 16 فلس مركز سلطان 8 فلس تراجع الرابط 3.6 الأنظمة بارتفاع نابسكو بارتفاع المعامل 72 فلس التخصيص بتراجع بيت الطاقة بيت القلب بتراجع إيفا فنادق 5 فلس فاصل 4 إيفا فنادق 5 فلس فاصل 4 تراجع أبار ب7 فلس المشتركة 29 فلس أسس كذلك يوباك بارتفاع مشاعر مبرد منتزهات مشاهدين الكرام والتراجعات والله حاد السور بارتفاع كذلك بتراجع المواشي بفلس الفجيرة كذلك بفلس وعشرية الفلس ارتفاع الغابطة المصرية 7 فلس GFH 3.3 تراجع 52 مليون وخمسمية أونيفس فلسين STC 56 فلس المنار بتراجع لاند العقارية بتراجع GTC ب5 فلس بعد أن كانت متراجعة السيولة تقفل على 134 مليون 725 يعني الوضع مشاهدين الكرام واضح جدامكم السيولة كبيرة جدا والضغوط البيعية واضحة وأقلة بالشركات مشاهدين الكرام تتعرض لضغط البيعية نادر ما نرى لون أخضر لجميع المؤشرات واللون الأحمر يطقى على السوق ككل واضح الطاقي لون الأحمر مشاهدين قاعد نشوف فعلا هناك تراجعات حادة هناك ضغوط بيعية هناك تخارج هناك وضع سلبي أمانتا في نهاية هذه الجلسة اللي قاعد نشوفها لكن نعمل لمشاهدين الكرامين ترتد أسواق المال العالمية ترتد أسواق المال الخليجية يرتد أسعار النفط ومن ثم نرى ارتداد جيد لسوقنا في الأسبوع القادم ونعمل التوفيق للجميع وكل شكرا لك رائد ولمشاهدين الكرام شكرا لك عائد أعطيك العافية مشاهدين الكرام هكذا كان ختام جلساتنا لهذا الأسبوع الدامي وهذا اللون الأحمر اللي طغى على جلساته منذ أكثر من جلسة تتراجع فيها معشرات السوق بشكل شمولي أمس بس فقط كان في تبايون كان في تماسك للسوق الرئيسي لكن انجرف وطبعا تأثر بتأثر موجة التراجعات الحادة اللي تضرب أسواق العالم وكذلك أيضا سوقنا ليس بمعزل عن هذه التراجعات ارتفاع السيولة اليوم مراجعة مورغنستان لكن أيضا هذه المراجعات كانت على هذه التراجعات تعمقت الكثير من حركة المؤشرات خاصة مؤشر السوق الأول اللي قبل أيام كنا في فلك 9400 نقطة قريب منها عدنا من جديد وهذا ما حققنا في نهاية شهر رمضان المبارك عدنا وفقدنا كل هذه المستويات ووصلنا إلى مستوى 8000 وقريب من 700 نقطة وهذا يعني مستوى كبير جدا في التراجعات مشاهدين الكرام يشهدوا السوق الأول نتابع إن شاء الله معكم تفاصيل هذه التراجعات ونقف على شيئا من أسبابها أنه عرفت مع ضيفنا الخبير في أسواق المال والمحل المال لأستاذ حسن بو مجداد حياك الأستاذ حسن يا أهل ومرحبا فيك وحياك الله تعليقك على هذا الأسبوع بشكل عام وهو يعني ليس بأقل حال من جلسة اليوم نعم بسم الله الرحمن الرحيم مراحب فيك خيراعد وبإخواني مشاهدي تلفزيول الكويت طبعا منذ بداية الأسبوع فتح السوق في يوم الأحد الماضي على قاب فجوة كان هناك انخفاض تقريبا بحدود 50 نقطة في بداية التراجعات كان هناك انتظار لفتتاح السوق السعودي بدأ السوق بالانخفاض طبعا أكثر من جلسة بيع يعني على الطلوات انخفاض كسر للدعوم السوق يعني رأينا في انزلاقات كبيرة اليوم قمة هذه التراجعات شفناها بانخفاض أكثر من 3% اليوم السوق السعودي بدأ يعني في بداية الجلسة بارتفاع طفيف 7 نقاط سرعان ما انزلق كذلك السوق السعودي نزل فوق 350 نقطة بورصة أبوظبي اليوم تصحيح كبير يعني في يوم واحد 450 نقطة السوق تبي 135 نقطة فالحالة هذه موجودة في أسواق الخليج انزلاقات وبيع في جميع الأسواق طبعا سيولة الأجنبية حاضرة خوي رائد يعني هناك بيع للصناديق الأجنبية في جميع الأسواق فنشوف هذه التراجعات هذا البيع يقابل هذا البيع الشراء ولكن واضح أن قوة البيع وكميات البيع أكبر بكثير من عمليات الشراء فشفنا هذا الهلع والبيع السريع اللي شفناه اليوم في سوق الكويت وكذلك الأسواق المجاورة يعني بانتظار نهاية الأسبوع ويعني انتظار الأخبار إن شاء الله يشوف الأسبوع المقبل يعني خفت حدة هذه التراجعات في الأسبوع المقبل نعم خوي رائد ممتاز هذه التراجعات إلى أي مدى أيضا المراجعة عمقت من هذه التراجعات أو إنما لها أثر ذاكي الأثر الواضح هو سوق أصلا في انزلاقه في هذا الأسبوع نعم دعني أوضح يعني بعض الأمور خوي رائد هناك أسهم في الأسواق الخليج مضاعفات الربحية وصلت إلى تقريبا فوق الأربعين أو خمسة واربعين مرة يعني سهم ألف أبو ظبي تقريبا خمسة واربعين مرة مضاعف الربحية قد يكون بالنسبة للأجانب هذه الأرقام مرتفعة فطبعا هذا السوق ارتفع تقريبا مئة في المئة خلال عام فقد يكونوا المقتنعين بهذه الأسعار ويقومون بالتخارج كذلك لدينا بعض الأسهم مضاعفات الربحية فيها تقريبا 22 فقد يكون خيار التخارج في هذا الوقت للأجانب بهذه الأرباح يعني مقتنعين بهذه الأرباح موضوع الدخول سيولة مورغانستانلي طبعا ستكون في بداية يونيو الأول أو الثاني من يونيو سيكون دخول تقريبا فوق المئة مليون دولار على بنك الخليج في سوقنا ودخول سيولة أكبر في السوق القطري ستمية مليون دولار على سوق القطري لأن هناك فتح للأجانب لغاية مئة في المئة قد يكون جزء من هذه التخارجات تمهيدا لدخول هذه السيولة في أسواق أخرى فهذه الحالة العامة للأسواق بيع كما ذكرت لك بيع على الطلبات انخفاضات انزلاقات للمؤشرات نحتاج إلى هدوء في السوق تأسيس وخفة عمليات البيع حتى نشوف السوق على طبيعة مرة أخرى إن شاء الله أسبوع المقبل نرى تغييرات في الأسواق وهدوء للنفسيات ونرى وصول إلى دعمات معينة حتى يتمكن السوق من التأسيس عندها نعم ممتاز نحن دائما تعودنا أن الارتفاعات تكون أبطأ من التراجعات بخسارتنا لمستوى 9400 نقطة عند السوق الأول وعودتنا مرة أخرى إلى 8700 و37 نقطة اليوم ما الدافع والرابط الزمني الممكن يعيدنا إلى المستويات التي حققناها في نهاية شهر رمضان حول الشركات القيادية من وجهة نظرك نعم طبعا نعم أخوة رائد وصلنا إلى منطقة عرضي كانت 9467 نقطة بدأ السوق بالانخفاض من هذه المناطق حاليا السوق يفتح على فجوات كاسر ترند كاسر متوسطات فحاليا مناطق الدعوم غير محددة لا نعلم من أين سير تد السوق في الفترة المقبلة كما ذكرت لك عند التأسيس عند خفة عمليات البيع وجود مناطق عرضية كدعوم شراء عند هذه المناطق نستطيع أن نضع أرقام جديدة ونقول أن هناك فترة زمنية أو مناطق مقاومة قد يصلها السوق في فترة معينة ولكن على الوضع الحالي ننتظر مناطق الدعوم التي سيستقر عندها السوق في الفترة المقبلة يعطيك العافية وكل الشكر لك المحلل المالي الأستاذ حسن بمجداد على هذه الرضاحات حول تراجعات جلسة اليوم وختام جلسة هذا الأسبوع شكرا جزيلا لك الشكرا أيضا موصول لكم مشاهدي ومتابعي برنامج المؤشر رقاكم مشارة دائما وأنتم معنا خير ونطلع إن شاء الله ونأمل بأسبوع ارتدادة إيجابية في الأسبوع المقبل في تداولات يوم الأحد القادم إلى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وحفظة وفي أمان الله ومع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة